يام ساعة الخير ويأهلا وسهلا بحضركم نبدأ معاكم أسبوع جديد حلقة جديدة السادسة التحياتي لكل اللي بيتابعونا في حلقة النهاردة والبداية طبعا مع الأزمة الراهنة وإنجاز التحبير مصر ومصر وإثيوبيا الحقيقة يمكن كتير من الناس على مدار التوابع الزلزال اللي حصل طبعا خسارتنا من إثيوفيا بنتيجة 2-0 حالة جدل شديدة جدا والكلام عن الاتهامات ومين المسؤول عن اللي وصل ليه حال كرار مصرية والسقطة الكبرى وإلى آخره من عنوين والحقيقة يمكن أغلب أصاب على الاتهام في الوقت ده موجهة للجهاز الفني كان الله في عون إهاب جلال طبعا ومعاوني والتحاد كورة القدم المصرية وكأن الحل تم اختزاله في رحيل هؤلاء إقالة سواء كانت أو استقالة ما أعتقدش أنه ده الحل بأي شكل من الأشكل أنا مش ضد ولا معه الحقيقة جاي أطرح على حضراتكم وجهة نظر يمكن تكون يعني عقلة شوية في زمن ردود الأفعال فيه سريع جدا وللأسف شديد جدا في كل الأزمات اللي مرينا بيها في الكرة المصرية كانت الردود الأفعال مرتبطة بحالة الانفعال اللي احنا بنعيش بيها وبالتالي لم تجدي أو لم تؤتي ثمارها أبدا على مدار السنين طويلة جربنا ولعبنا كل الألعاب ما بين المصري وما بين الأجنبي ما بين البرتغالي وما بين الأرجنتيني والأمريكاني وللأسف لم يجد المصريين ضلتهم في أي شيء بالتالي الحقيقة القصة أبدا لم تكن في قصة جهاز فني ولا يمكن كنت بتنقش مع الزومة لو دلهم مثال لو تولى المسؤولية بعد رحيل كارلوس كيروش بيب جورديولا ما اعتقدش أن في الأمور كان هيبقى فيه جديد المشكلة ليست مشكلة جهاز فني ولاست مشكلة اتحاد كرة قدم ولاست مشكلة لعبين ولاست مشكلة جماهير ولاست مشكلة إعلام رياضي ولاست مشكلة منصات تواصل اجتماعي المشكلة أن كل هؤلاء بيرقصوا على جثة الكرة المصرية وكلهم مشاركون المشهد المشهد الحقيقة اللي وصلنا ليه المشهد اللي احنا وصلنا ليه وأرجو إذا كنا احنا بنحط اسم مصر قبل أي شيء فعلا يعني مش كلامه بس لو كنا غيرين بجد على مصلحة مصر وعلى مصلحة منتخب مصر وبنقدم المصلحة دي على مصلحتنا إحنا الشخصية واستفادتنا الشخصية إن إحنا نبص الأمور بشوية عقلانية ما حدث في المشهد أو ما وصل إليه المشهد الرياضي شيء الحقيقة لا يرضى ولا يرضي أحداً ما أعتقدش إن فيه حد النهاردة راضي عن اللي حاصل في الصحة الراضية على كل المستعيات بص على قنواتنا بص على استوديوهاتنا التحليلية بص على صفحات السوشال ميديا المرتبطة بالرياضة طبعاً وأغلبها طبعاً يعني لجان إلكترونية أو صفحات موجهة ومدفوعة الأجر بص على تصفية الحسابات بص على مستنقع لا أخلاقيات بص على كل مستوات التراضي اللي وصلت لها الرياضة المصرية فبالتالي يعني من الظلم من الظلم إن إحنا نحاسب على الفطورة لراجل زي إيهاب جلال ما اشتغلش مع المنتخب غير سبع تمن قول عشر تيام على أقصى تقدير يعني أو يتحملها مجلس الإدارة الحالي لكورة القدم وإن كان طبعاً ما أقدرش عافيهم بشكل كامل من المسئولية هم يتحملوا بالتأكيد جزء من المسئولية وكابتن إيهاب تحديداً عن مباراة إثيوبيا أتحدث يتحمل جزء جميل من المسئولية لكن القصة مش قصة خسارة مطش في تصفيات أفريقيا وقصة مش قصة سوق مستوى بتقدمه الكورة المصرية بقالها يمكن أكتر من 12 سنة القصة قصة منظومة والقصة قصة غياب نظام والقصة قصة غياب لوائح والقصة قصة غياب احترافية في إدارة ملف الكورة المصرية بشكل عام هو ده اللي وصلنا للمشهد اللي إحنا فيه النهاردة ومتتوقعش على فكرة بالمناسبة إذا ما تغيرت المسئولية سواء في موقع الجهاز الفني للمنتخب مصر أو حتى في اتحاد كورة القدم إنه يبقى فيه جديد يعني ما تختزلش الحل في تغيير أشخاص بأشخاص آخرين الأهم بالنسبة لي أنك تغير منهج بمنهج جديد أنك تغير فكر بفكر جديد ما سمعتش في أي لحظة من لحظات الإخفاق في تاريخ الكورة المصرية عن منهج عمل أو رؤية متعلقة بمستقبل مصر أربع خمس سنين قدام الخروج المغزي والمؤلم من تصفيات كاس العالم كنت متوقع أن يرد فعله يبقى أفضل من كده يطلح حد ويقول لنا يا جماعة إحنا أخفقنا في الموضوع ده أو في تحقيق الهدف ده نتيجة لأسباب 1-2-3-4 وعلينا أن نتفادها بخطة عمل طويلة الأجل تقول لنا إحنا هنقدر نوصل كاس العالم من 20-26 إزاي فاتضح أن المشكلة كلها في كارلس كيروش ماشي الأجنبي وهات المصري نفس اللعبة اللي بنلعبها بقالنا عشر سنين ماشي حسام البادري وهات كارلس كيروش ماشي هكتور كوبر وهات حسام البادري ماشي برادلي ماشي كيروش ماشي وما بتتحلش وما بتتغيرش حد ممكن يسأل نفسه سؤال هو إيه الهدف من منتخب مصر يعني هل في حد ممكن يقول إنه هدفنا دايما إن إحنا نحقغى لقب أمم أفريقيا أو إن إحنا نوصل باستمرار لكاس العالم هل ده هدف ممكن يتفق عليه؟ بالتأكيد لا لكن في النهاية إحنا عايزين نشوف منتخب مصر بالشكل اللي يليق بتاريخ مصر إحنا جمهور اتعودنا دايما على زي ما جمهور الأهلي دايما بتعود على البطولة وده مش معناه على الإطلاق إنه كل بطولة يلعبها النادي الأهلي إنه هو يكسبها فيش حاجة بتحصل كده في الدنيا بالذات في كورة القدم في رياضات تانية أقول لك مسبقا مين الدولة؟ مين النادي؟ مين الإسم؟ البطل اللي هيفوز بالبطولة من قبل ما تتلعها لأنه فيها حسابات كتيرة جدا تقدر تقول عليها منطقية أو طبيعية لكن كورة القدم أبدا بص على ريال مدريد السنادي في دولة الأبطال ما حدش كمتوقع أن يوصل أساس المباراة النهاية وقد توجه على حساب مين؟ السيتي، ليفربول، بي أجي، تشلسي حامل اللقب فكورة القدم ما فيهاش حسابات منطقية ومش ممكن تطلب من جهاز فاني أنه يضمن لك تحقيق بطولة مش ممكن فيش حد في العالم قدر على أنه يعمل ده في رياضة كرة القدم لكن عدم رضا المصريين في المقام الأول وأخير طول السنين اللي فاتت 12 سنة وتحديدا من بعد مرحلة 3 بطولات أفريقية على التوالي بعد 2010 جيل الكابتن حسن شحاتة والجيل العظيم اللي خلق جزء كبير جدا من جماهير الكرة في مصر ابتدت تشوف وتابع كرة وهي شايفة الأهلي بيتوج على مستوى القارة سنة بعد سنة ومنتخب مصر بيتوج بطل القارة في كل بطولة فبالتالي ما تدرش تلوم الناس دي على أن هم تعودوا أن يشوفوا فرقهم أنديتهم، منتخباتهم دايما على منصات التتويج ثم اخفاق لا متناهن اخفاق مرة وراء مرة كسعالم وراء أمم أفريقيا نحن في سنوات ما كناش بنوصل أساسا لمطولة أمم أفريقيا حد فكر في حلول طويلة المدى أنا بعتقد الحقيقة أن الجزء الكبير جدا متعلق بإصلاح المصار مرتبط بالمنظومة ككل لكن هتحاول أنك أنت هتعلق جزء من المشكلة ما أعتقدش أن ده هيأتي بصماره أو هيحقق النتائج اللي الناس مستجنية وجمهور المصري فاض بالكيل الناس خلاص زهت لعبة التبديل والتوفيق لعبة أنك تلعبهم أجنبي وبعدين مصري تمشي تجيب لجنة حد سأل نفسه الناس اللي أفسدت على الأقل إدارية مش هقول مالياً هل تم محاسبتها؟ هل حصل أنه في الفضايح الأخيرة اللي تم الإعلان عنها سمعناها وشوفناها ومصر كلها تكلمت فيها حد جاب حد كان في موقع المسئولية واستغل المكانه ده لتحقيق مصلحته أو مصلحة نادي هو بينتمي ليه؟ هل تتوقع أن حالة العجز الموجودة؟ هل تتوقع أن حالة الفساد الموجودة تساهم في أن يبقى فيه بيئة جيدة يخرج منها أبطال منتخبات كانوا منتخب أول أو منتخب ناشئين أو أندية باستثناء الأهلي ومش بقول ده والله عشان أنا بكلم على شاشة النادي الأهلي لكن هو النادي الأهلي يغرد منفرداً يعني بيحاول يخرج بره المنظومة دي للأسف الشديد جداً مش عايز أقول الفاسدة وبيحاول الحقيقة يمشي ويكافح وهو ناجح في ده بحد كبير والحقيقة يمكن أنه في الأوقات اللي الأهلي بيكون فيها كويس بتكون دايماً يعني إلى حد ما شكل منتخبنا كويس على كل أحوال مش عايز أنسى النهاردة الحدث الأهم والأبرز كلام طبعاً عن مصر يأتي دايماً في المرتبة رقم واحد وإن كان الأهلي في أزماته المتعددة مؤخراً كان دايماً بيمثل مصر يعني مشاكل الأهلي ما كانش بيتكلم فيها أو بيطلب فيها الدعم على أساس أنه النادي الأهلي لكنه بيكلم على أساس أنه هو ممثل مصر في محافل دولية كبرى أهمها بطولة زي كاس عالم أو بطولة زي بطولة دولي الأبطال اللي نجح أن يوصل فيها لتلاتة نهائية على التوالي ده نجاح بصرف النظر عن نتيجة لتحقق في الآخر تتفق تختلف يعني في النهاية ده نجاح عظيم جداً ما فيش نادي في العالم بيوصل تلات نهايات متتالية ولو حصل ده هيبقى استثناء بالتأكيد مش قاعد النهاردة كان فيه مؤتمر مهم جداً كل اللي ما تبعش أو يعني ما كانش عنده الوقت أن يتابع مؤتمر النادي الأهلي النهاردة اللي تكلم فيه كامتر الخطيب بس بس الحقيقة وعجبني ده الحقيقة جداً ودي دايماً رؤية النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي واعتقد أن محتوى المؤتمر النهاردة والكلام اللي تقال في المؤتمر النهاردة لا يمثل فقط النادي الأهلي هو بحث عن مصلحة جميع الأندايا ما تعتقدش أن فيه نادي سواء في مصر هنا في الداخل أو على مستوى قرط إفريقيا بأكملها من الممكن أنه يختلف مع كلمة أو طلب أو رؤية أو تصور طرحوا النادي الأهلي في المؤتمر النهاردة على لسان كابتن محمود الخطيب كله مش مرتبط بمصلحة النادي الأهلي كواحد من أهم الأندية وأكبر الأندية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى القرار الأفريقية لكنه متعلق بمستقبل الكرة في أفريقيا إذا كان فيه غيرة، إذا كان فيه حرص إذا كان فيه إرادة على أن كرة في أفريقيا أو في مصر تتحرك لقدام أعتقد أنه كل التساؤلات والتصورات اللي ترحت النهاردة في المؤتمر يجب الرد عليها قلينا نبدأ حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوين والبداية مع الخطيب الخطيب يكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال في مؤتمر صحفي والأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المصري بالسلوم في كأس مصر الإسباني خسيل ويس مونويرا حكماً لقمة الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني يواجه كوريا الجنوبية ودياً بدون تسعة لعبين أساسيين صلاح ريال مدريد هو العقبة في تتويجي بالكرة الذهبية أنا الحقيقة كمان يعني مرضتش أطول في مقدمة الحلقة لكن ما قدرش ما أتكلمش أو أستثني حالة الهازل اللي حصلة في ملف إدارة المسابقات الرياضية في مصر والمشهد العبثي الحقيقة اللي إحنا وصلين له إحنا بنتكلم طبعاً على مسابقات يعني وأنتم بتستعددوا كده دايماً ودائماً أنا يعني ما بقدرش محطش المقارنة يعني أنا بتكلم على دوريات الكبيرة بتكلم على الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني الدوري الألماني وإلى آخر يعني الناس دي يعني طبعاً في حتة تانية محدش يقدر ينكر ده وأنا ما بطلبش أن نكون زيهم أشيحنا لسه قدامنا سنين طويلة قوي جداً بس على أقل تقدير نحس أن نحن خدنا خطوات أو بنتحرك يعني نشوف يعني نيجي مثلاً نقول والله يا جماعة تعالوا نشوف الاتحاد الفرنساوي خطت إزاي الكرة الفرنسية اللي خلتهم بقوا أبطال عالم وبقوا يخشوا مع خدوا بالكوا في فرنسا لغاية قبل 2008 ما كانتش خد كاس العالم يعني لغاية قبل جيل زيدان ودساية والجيل ده ما كانوش خدوا كاس عالم من 2008 للنهاردة فات كام؟ فات 24 سنة هي فترة أقل بكتير جداً من الفترة اللي احنا تأهلة فيها بين كاس العالم 90 و2018 بس تعالوا نشوف الفارق إيه؟ يعني الناس دي لما تحركت ف24 سنة عملوا إيه؟ خدوا كام مرة كاس عالم قدموا للعالم مواهب أهم من جوم كرة القدم العالمية النهاردة ده من الكلام ده مش النهاردة ده من الكلام ده من عشر سنين فاتوا من فرنسا أكتر دولة بتصدر لعبين محترفين للخارج بيزنس واقتصاد فرنسا أكتر منتخب مرشح للتتتويج بأي لقب أوائب طول هو بيشارك فيها فرنسا بلاش فرنسا بعيد قوي علينا فرنسا أنت جاب لنا جاب لنا فرنسا جاب لنا من الآخر بلاش فرنسا بلجيكا بلاش بلجيكا كوريا الجنوبية اللي احنا رايحين لعيبها دي كانت فين من 15-20 سنة والنهاردة منتخب كوريا الجنوبية فين؟ لو مش عايزين تسافر وبعيد قوي كده بصوا على الخليج جنبنا بصوا المسابقات بصوا التقنيات بصوا التحكيم والتحكيم ده ده ملف الوحده ده ملف الوحده إزاي يبقى عندك السنة فيها 52 أسبوع وعندك دوري في 34 مواجهة مع بطلتين كاس وحدة قديم وواحدة جديد مع أربع عندية مصرية بتشارك في بطلات إفريقية وغالبا غالبا يعني لو بصنا الآخر أربع خمس نسخ هتلاقي منهم الأهلي طبعا وصلت تلاتة نهائي أو أربع تلاتة نهائي وقبل نهائي وعندنا بيرامتز أعتقد وصل مرتين نهائي فبالتالي بيشاركوا ويكملوا لغاية آخر المشوار أربع عندية مصرية اتنين بطولة دوري أبطال واثنين بطولة كونفدرالية وعندك مفترض يعني أنك حطت في خطتك لازم لازم يبقى فيه فترة راحة سلبية ما هو الناس الطبيعية مش هتقدر تكمل مواسم متلحمة كده إلى مالة نهاية وده جزء مستنزاف قدرات اللاعبين اللي وصلين لمرحلة أنا مشفق عليهم الحقيقة صحيح غياب الروح وغياب النخوة وغياب أي حاجة مش موجودة في مطش إثيوبيا ده شيء لازم يتحملوا مسؤوليته لكن الحقيقة أنا مشفق عليهم لأن اللعيبة دي بقى لها يعني مش ملاحقة يعني مش ملاحقة مش ملاحقة بجد مش ملاحقة مطشاط ما بتاخدش بريك ما بتاخدش فترة إعداد شيء مش ممكن طاقة بشر تستحمله فيعني هتجيب منين فترات توقف للمنتخب ومعسكرات تجمع للمنتخب ومشاركات لمباشات رسمية للمنتخب ومشاركات في مباراة ودية وأجندة دولية للمنتخب مع دوري بيستمر لمدة 34 أسبوع مش عارف ليه عاملين دوري نسخة دوري من 18 نادي ما احناش يعني ما هي الدنيا واضحة يعني احنا بقلنا سنين بنتكلم في ده بتخش أندية هيئات بتخش أندية شركات آه يعني بتحاول لكن في النهاية المنافسة على القاع أكتر منها المنافسة على القمة ليه دوري من 18 نادي في ظروف امتداد المواسم وإلى آخره ليه كاس جديد وليه كاس قديم هتجيب وقت منين المنتخب معسكرات وتجمعات ومشاركات ودية ومشاركات رسمية ومشاركات أندية في بطولات أفريقية ومشاركات أندية في بطولات محلية إزاي حالة من حالات العبس نروح مع حضراتكم لمؤتمر النهاردة وأنا الحقيقة المؤتمر ده حاولت أننا لقيه له عنوان يعني 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 هو تقدر تقول كده هو دوش بارد على كل من شارك أو كل من كان في موقع المسئولية في الفترة الأخيرة المش بس متعلقة الحقيقة بأسلوب التعامل مع ملف بحج وبقيمة وبأهمية استضافة نهائي دوري الأبطال لكن الحقيقة كمان يدخلك في نظرية المؤامرة وكأن في حالة تربص بالنادي الأهلي بشكل مباشر يعني قصة ما تتفهمش على أنها قصة تأثير من مسئول في موقع مسئولية في أداء مهام عمله أو في تحقيق الأهداف اللي وصلته لأنه يكون في موقع اتخاذ قرار مهم أو في موقع مسئولية مهم بهذا الحاج لكن هي فيها كمان شبهة تربص بالنادي الأهلي بشكل مباشر نعرضة كابتن خطيب الحقيقة في بداية المؤتمر شرح التفاصيل المرتبطة بملف استضافة نهاية دوري الأبطال وحدد المسئوليات وأعلن عن تفاصيل التحركات اللي خدتها قدرت النادي الأهلي فيما يتعلق بالتواصل مع كل الجهات المعنية مع كل الأطراف اللي كان مفترض أنها يكون لها دور فاعل أو تكون صاحبة قرار فيما يتعلق بالمباراة النهائية في نهاية دوري الأبطال مع كامل التقدير والإحترام الحقيقة البداية كما تعودنا من نادي الأهلي مستوى معين من السمو والرقي بتهنئة طبعا الأشقاء في المغرب بفوزهم بلقب دوري الأبطال خلينا نشوف الجزء ده من كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس صدارة نادي الأهلي وأرجع لحضراتكم في السادسة ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة وأيضا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحزف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الشخص أو هذا المسؤول باختصار شديد أضاع حق مصر قبل ما يكون أضاع حق النادي الأهلي فالسادة المسؤولين في اتحاد الكرة تحدثوا بكسافة في الإعلام خلال الفترة الماضية ودائما يتوقفوا عند نقطة واحدة إن النادي الأهلي لم يطلب تنظيم المباراة ولو كان طلب كانوا سينفزون رغبات طبعا حقيقة أمر غريب وأنا الحقيقة مش قادر ألاقي حاجة غير الابتسامة بس الابتسامة بس ولكن نادي الأهلي بيدرس كل الموضيع ما بيتكلمش لنخيل اللوايح أولاً لا يصح أن يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوايح المسؤولين في اتحاد الكرة لكن يجب أن يكونوا عندهم دراية كبيرة بكل اللوايح وكلام يتعارض مع اللوايح وهم مسؤولين عن إدارة اللعبة في مصر ثانيا المسؤول عن تقديم طلب التنظيم النادي ولا اتحاد الكرة بالتأكيد اتحاد الكرة البند وهيطلع لسيدتكم البند رقم 28 بتنظيم المباراة النهائية من لائحة دوري الأبطال والتي تسلمناها من الكاف قبل بدء المسابقة نصها نص البند كالآتي سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط فقط في احدى الدول فقط في احدى الدول التي يتم اختيارها من قبل الكاف احدى الدول هذا هو البند الذي نصه على اقامة المباراة باحدى الدول وليس باحد الاندية احدى الدول علما بان الحكومة المصرية اللي بشكرها جدا انها دايما بتساند استضافة بلدنا لكل الاحداث الرياضية الدولية وحريصة على ده فترة الاخيرة شاهدنا ما شاء الله تنظيم بطلاء كتير جدا فالدولة المصرية بقيادة سياسية كمان حرصين على ده وحرصين ان مصر تتواجد في تنظيم احداث راضية كبرى لحاجات كتير جدا جدا سالسا كيف يتقدم نادي لاستضافة لاستضافة المبرارة النهائية ممكن يخرج تاني متش على طول اول موارا يخرج كيف يتقدم نادي لاستضافة المبرارة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة بل من الممكن ان يخرج من الادوار الاولى لا يوجد شيء مضموط في كرة القدم كرة القدم كرة ممكن فرقة تبقى ما شاء الله وعادي تطلع بارة تخسر ده طبيعي هي دي كرة رابعا الدور النهائي يقام من مباراة واحدة منذ تلات سنوات في افريقيا من تلات سنين في افراقي اتمنى ان يذكر الاتحاد القرى ناديا واحدا في كرة افراقي تقدم لاستضافة نهاية بطولة يعني اسمحوا لي ارجع بيكم الورا شوية كده في نسخة الدولي الابطال اللي قبل الاخير النسخة اللي توقب بيها النادي الاهلي على حساب كايزر تشيبز ولازم نسأل نفسين هو ايه الفارق في رد الفاعل عند النادي الاهلي على الرغم منه البطولتين دول البطولة الاخيرة قبل الاخيرة تم استضافتهم او استضافة المملكة المغربية الشقيقة للمبارة النهائية وبالمناسبة في نسخة كايزر تشيبز في نسخة النجمة العشرة كان المرشح لمقابلة النادي الاهلي المرشح يعني الاجبر يعني الحزوزه اوفر لمقابلة النادي الاهلي في المباراة النهائية في النسخة دي كان الوداد حسابات الوداد كانت اتقل بكتير جدا من حسابات كايزر تشيبز والتفرج على المطشين دولي لسه فاكرهم بالتفاصيل يعني على الرغم انها توقعت انه كايزر تشيبز هيعمل مفاجأة او يخرج الوداد وقد كان لكن الوداد كاكورة كان اتقل بكتير جدا وكان هو المرشح الاكبر والاقوى للوصول للمباراة النهائية امام النادي الاهلي برضو في المغرب في نفس الملعب ليه الاهلي في التوقيت ده ما عملش نفس رد الفعل اللي حصل في النسخة الاخيرة ببساطة شديدة جدا لانه الامور تمت بمعايير الاهلي مش بيدافع على لقب البطولة الاهلي بيدافع عن حقوقه المرتبطة بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص نخسر بس في حظوظ متكافأة في يوجد فرص للمنافسة تسمح بمنافسة شريفة فبالتالي اختلف تماما تماما رد فعل النادي الاهلي عن استضافة المغرب الشقيق لبطولة الدوري الابطال في النسخة القبل الاخيرة عن الرد الفعل لانه التوقيت توقيت الاعلان عن استضافة المغرب توقيت مجبوح لازم يصير الشك وده ما كانش رد فعل هنا في مصر بس ده كان رد فعل في العالم كله وانتوا تابعتوا حتى الناس اللي بتابع السادسة لما استعرضنا الملف ده مع ان جمنا العالميين اللي بيشرفونا في السادسة في الفيديو كونفرنس الكل استغرب واستنكر بشدة وخصوصا كمان اللي زاد الطين بلا انه انه المغرب بتستضيف النسخة النسخة الأخيرة للمرة التانية على التوالي يعني وما كان افريقيا اللي فيها اكتر من 52 دولة ما فيهاش ملاعب تسمح بالصدافة البطولة برا المغرب فالتوقيت التكرار دول كانوا مشكلتين مهمين جدا حب الاهلي انه وهو بيكلم على الكرة الافريقية وبيخطب الاتحاد الافريقي وبالمناسبة الحقيقة كابتن الخطيب النهاردة اشاد بباتريس موتسيبي وقال انه مازال متفائل به وانه بمجرد يعني اعلان عن ان هو هيتولى منصب رئيش اتحاد الافريقي كان متفائل وما زال عند تفائل وحجم الوعود اللي قطعها موتسيبي على نفسه ردود فعلي موتسيبي اللي انا كلمت حضراتكم مع عنها هنا في السادسة وقلت لكم انه اول رد فعلي من الرجل الاول في اتحاد الافريقي كان حالة غضب واستنكار على الاقل مش هقول رفض واستنكار لاعلان المغرب كدولة مضيفة ليست تقليلا ولا تشكيكا في قدرات الاشقاء المغرب على استضافة الحدث ولكن هي الفكرة انه كان خلاص عرفنا انه في فريق مغربي هيكون طرف في المبرنة ايه توقيت الاعلان كان صعب قوي تكرار استضافة المغرب كان صعب قوي ان احنا تقبلوا المراد الحقيقة يمكن في نفس الاطار واحنا اتكلمنا في ده كتير قوي انا جماعة وخطبنا المسؤولين في اتحاد الافريقي وقلنا ماينفعش ابدا على الاطلاق انك تقارن او تحاول تقلد القرى الاوروبية في حاجات كتيرة جدا اولى انك تحطها في ترتيب اولوياتك وفي صدارة اولوياتك مرتبطة بانك انت تقلد الاتحاد الاوروبي لكن في حاجات لا تصلح ماينفعش يعني طبيعة القرى طبيعة الزروف الاقتصادية طبيعة الطبيعة الجغرافية نفسها طبيعة الامكانات اللي بتتمتع بيها دخلة في الرياض وكابتن خطيب اتكلم في ده اذا كنا عايزين ناخد خطوات اذا كانت اتحاد الافريقي عنده ارادة حقيقية انه ياخد خطوات فاعلة في تطوير المسابقات الافريقية وده هيعود على الكرة في افريقيا بالتأكيد بشكل ايجابي جدا علينا ان احنا نتكلم في عدد من التوصيات دي رؤية النادي الاهلي لتراحها النهاردة من خلال كابتن محمود الخطيب في مستقبل افضل للكرة الافريقية فيما يتعلق بمسابقات القرة على مستوى الانداء تعالوا نشوف كابتن خطيب قال ايه ونرجع لحضراتكم واحد ان يعود الدور النهائي لمسابقات الافريقية دور الابطال رقم فدرالية لنظام الزهاب والعودة مباراتين لان فكرة اقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح اوروبا تختلف كثيرا عن افريقيا وسائل الانتقال في قرتنا صعبة ومكلفة جدا وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل دول افريقية عكس اوروبا بل الحصول على التأشيرات في قراتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقابلتها وهنا بتكلم عن كل الجماهير الافريقية ايضا لا توجد عملة مالية موحدة للقرة الافريقية على العكس في اوروبا المسابقات بين الدول المسافات بين الدول قريبة جدا ولا توجد كل هذه المشاكل التي أشارنا إليها حال استمرار وده قرار كيف طبعا حكومة كامل حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الافريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة أن يقوم الكاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف من توضيح الشروط اللي فيها وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباراة النهائية قبل بدل البطولات على الأقل ما نستناش لآخر أسبوعين أو ثلاثة أن يدرس الكاف تدوير استضافة المباراة النهائية بين الدول الأفريقية ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة خمس سنوات حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة وفرص ومثلة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة أن يكون الكاف بإعادة سياغة للوائح الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل أكثر من تفسير ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة علما بأننا نؤكد وندرك أنها مسؤولية الكاف ولكن يجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندلة أفريقية دراسة مضاعفة المبالج المالية المقدمة من الكاف لفرأة المشاركة في المسابقات المختلفة لأن ومن خلال التجربة لأن ما يتجطاه صاحب المركز الأول حاليا وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات الإقامة المكافلة اللعبين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية علاج مصابين بيقع منك خلال البطولة ده بقى صليبي وده زي ما حصل مع النادي اللي في ثلاث حالات تقريبا فالمبالج دي أعتقد يجد دراسة كيفية زيادة هذه المكافئات دي رؤية النادي الأهلي اللي ما أعتقدش أن فيه اتنين يعني ما فيش نادي داخل قارة أفريقية ممكن يختلف معها فيما يتعلق بتطوير المسابقة ووجود لوائح وبنود تتيح لكل الأندية نفس الفرصة كنا نتكلم عن تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية في تنظيم المسابقات من اتحاد الأفريقي مفترض أنه حريص على نجاح المسابقة وحريص على تطوير الكرة في أفريقيا شتان الفرق أنا حتى فكرة أنه يعني تصور زكاة اتحاد الأفريقي وده تحدي اعتبره تحدي زكاة اتحاد الأفريقي يراهن يراهن على فكرة حضور جماهيري على فكرة حضور جماهيري امتلاق مدرجات في مباراة نهائية تقام من جولة واحدة فقرت أفريقيا فأنا بقوله إذا لم يكن أحد الأندية اللي وصلت للمباراة النهائية هي اللي بتصدي في البطولة فده حتما مستحيل يعني لو المباراة بتقام بين بطلاء مثلا مصر والجزائر على سبيل المثال وجنوب أفريقيا هي اللي بتصدي في الحدث من المست أو السنغال بتصدي في الحدث في النص فأنا أشك تماما في قدرة الجماهير الكرة في أفريقيا على التخرج وعلى حصول على التأشيرات وعلى إيجاد النفقات المرتبطة بحضور حدث زي ده في مباراة واحدة إذا كنت بتدور على الحضور الجماهيري الطريقة الأنسب والتاريخ علمنا كده إن المباراة للنهائية تتعامل مباراتين زهاب وعودة في أوروبا زي ما قال كابتن خطيف في شنجن في يورو عملة موحدة في إمكانية إنك أنت تتحرك من عاصمة لعاصمة أو من دولة لدولة في نطاق لا يتعدى أربع أو خمس أو ست ساعات نلخص المؤتمر في مطالب النادي الأهلي وده اللي هنتابعه في الجزء اللي جاي من كلمة كابتن محمود الخطيف طلبات النادي الأهلي بخصوص ما حدث من اتحاد الكرة سرعة انتهاء وزارة شباب الرياضة من التحقيقات للجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد بينكم سين كده مش كلامنا بينكم سين كده تبقى لما ورد إلينا من وزارة الرياضة ده الجواب اللي جلنا من وزارة الرياضة احنا عايزين بقى سرعة أعتقد الجواب قدام حضراتكم وقالوا هقولها تاني سرعة انتهاء وزارة شباب الرياضة من التحقيقات التي تجريها للجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد تبقى لموارد إلينا من وزارة الرياضة والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن الجماهير المصرية من معرفة الحقيقة واختار كافة الجهات الرقبية في الدولة لإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة في كل ما يخص الصالح العام حاجة تانية المبادرة حاولنا نعالج اللي فات حاجة تانية مش نحن نعالج نحن نحط رؤية المبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية آلية وقواعد فاعلة لمراقبة التزام اتحاد القرى بتداول الخطبات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة والإطمئنان للقرارات الصادرة عن الاتحاد وتحمي حقوق الأندية عند المشاركات المحلية والقرية وأن تكون هناك عقوبات راضعة لمن يخالف هذه الآلية وبما يضمن الشفافية في معاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية أخيراً يحتفظ النادي الأهلي بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات المعنية تجاه كل الأطراف التي استببت في إلحاق الضرر بالندي وذلك في ضوء ما تصفر عن نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الشباب والرياضة بمعاونة السادة والقضاء الذين تم الاستعانة به يا مساء الخير وأهلاً وسهلاً بكم نبدأ لقاءنا الحقيقة مع واحد من النجوم اللي أنا بشكل شخصي بعتز جداً بيهم تقدر تقول كده لعيب تريد مارك ما تقدرش تنسى أبداً صاحب بصمة واضحة جداً في مشواره وفي تاريخ وبطولاته إنجازات النادي الأهلي وقبل ما أقول لكم على اسمه وحكي لكم قصة صغيرة كده في 94 كان كاس العالم بيتلعب وكان فيه جيل مهم جداً حق البطولة لبرازيل اتنين لعيبة كانوا محور أداء البرازيل في الفترة دي بيبيتو لعيب نص ملعب ورو ماريو مهاجم صريح إحنا النهاردة هنقدم لكم بيبيتو المصري هوات شهر ده طبعاً بيبيتو كان لعيب كبير وعالمي بس كان في نص الملعب لكن بيبيتو المصري كان مهاجم من طراز خاص علاء إبراهيم نجمنا النهاردة في السادسة واحد من النجوم اللي أنا بحبها جداً وبعتز جداً بيها ومتشرف أنه موجود معنا النهاردة على شاشة الأهلي في السادسة أهلاً بيك كابتان علاء ربنا أكرمك أحمد من شكل جداً على المقدمة الجميلة دي تستهل أكتر منها بكتير لولا الوقت والله أنا فقط كنت فردتلك مساحات كبيرة جداً من الناس اللي أنا بحبهم جداً جداً الحقيقة ربنا أكرمك أحمد منور الدنيا تسمح لي قبل ما ندخل في موضوعاتنا وهي كتير أنت جاي في توقيت الدنيا فيه تقريباً شبه مولعة خليني أقاف مع الناس كده يعني يمكن إحنا كنا أنت تبعت الحلقة طبعاً من بدايتها كنا بنستعرض مع الناس النهاردة التفاصيل المرتبطة بالمؤتمر الصحفي اللي أقاموا النادي الأهلي واللي اتكلم فيه كابتن خطيبة عن ملابسات والظروف المحيطة باستضافة المغرب المغرب الشقيق طبعاً لمطش نهائي البطولة الأفريقية مرة تانية بنأكد أن المؤتمر ده كان فرصة مهمة جداً أنه الأهلي يكشف الإدعاءات الكاذبة لاتحاد الكرة أولاً حقيقة دي النقطة اللي أكد عليها النادي الأهلي لا صح أن يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم المسؤولين عن إدارة اللعبة في مصر وطبيعي جداً أي حد قائم على إدارة منظومة بحجم كرة القدم المصرية لابد أن يكون تماماً مدرك لطبيعة اللوائح اللي حاكمة لمهام عمر ثانياً المسؤول عن تقديم طلب تنظيم البطولات هو اتحاد الكرة وليس الأندية وكابتن محمود الخطيب يمكن في النقطة دي تحديداً تكلم على البند رقم 28 وده بند خاص بتنظيم المباراة النهائية من ليحة دوري الأبطال اللي تسلم النادي الأهلي من الكاف أو من الاتحاد الأفريقي قبل بداية المسابق نص البند كالآتي سيتم لعبة دور النهائي من مباراة واحدة فقط في إحدى الدول التي يتم اختيارها من قبل الكاف هذا البند الذي نص على إقامة المباراة بإحدى الدول وليس بأحد الأندية علماً طبعاً بأن الحكومة المصرية تساند دائماً استضافة كل الأحداث الرياضية الدولية وده واضح الحقيقة بشكل كبير جداً مش محتاجين ندي أمثلة بطولات كبيرة جداً على أعلى المستويات دولية مش بس منتبطة ببطولات الأندية استضافتها مصر في أكتر من رياضة وده توجه عام في الدولة الدولة بتشجع على ده وبتستسمر في البنية التحتية الرياضية بالشكل اللي يسمح لها باستضافة لدرجة أنه الناس لما شافت البطولة الأفريقية لاستضافتها مصر الكلمة عليها على أنها كاس عالم مصغر وده حقيقة كان إشادة كبيرة جداً بقدرات مصر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى ثالثاً كيف يتقدم نادي لاستضافة المباراة النهائية وهو لا يضمن لأساس استكمال مشواره في البطولة بل أنه من الممكن أن يخرج من الأدوار الأولى وليوجد شيء في كرة القدم محسوم مقدماً أو مضمون النتيجة رابعاً الدور النهائي لدور الأبطال يقام من مباراة واحدة منذ سلاسة سنوات أتمنى أتمنى أن يذكر اتحاد الكرة نادياً واحداً في قارة أفريقيا تقدم بالفعل لإستضافة نهائي البطولة بالطبع وأكيد لا يوجد لأنه الانتحدات الأهلية هي من تتقدم بطلبات الإستضافة وإنمكان كنت بتكلم مع كابتن علاء في الفصل وديت مثال على أنه حسبما أعلن يعني اتحاد الأفريقي أنه المغرب والسنغال ونيجيريا هي الدول التي وعتقد من وقت بدري شوي كان جنوب أفريقيا دخلها في المعادلة هم من تقدموا لإستضافة المباراة النهائية السنغال لا يوجد لها نادي مشارك أساساً في بطولة دولة أبطال بداية من دور المجموعات فكيف تقدم نادي سنغالي لإستضافة المباراة النهائية وما فيش أندية سنغالية من دول عديدة تتقدم لإستضافة المباراة النهائية ولا يوجد لهذه الدول أندية مشاركة في البطولة مثل نيجيريا كانت متقدمة ولم يكن لها ممثل والسنغال كذلك وهذا دليل قاطع على أن التقديم مسؤولية الاتحادات وليس الأندية وفي أوروبا يحدث في أوقات عديدة أن يقام النهائي في دول ليس لها أندية مشاركة في البطولة سادساً عندما استضافة مصر نهائي دوري الأبطال عام 2020 بين ناديين مصريين كلاهما لم يتقدم ولم يطلب تنظيم المباراة النهائية تحد الكرة هو الذي تقدم ولتوضيح أكثر كان في الدور قبل النهائي لهذه البطولة أربع فرق اثنين منها من مصر ومثلهم من المغرب أهلي زمالك وداد رجاء وتم الاتفاق داخل الكاف حالة صعود ناديين من مصر تقام المباراة النهائية في القاهرة وحالة أهل ناديين من المغرب تقام المباراة النهائية في كازابلانك وإذا تأهل نادي من كل دولة يتم إجراء قرعة وذهبت القرعة التي تم إجراءها طبعا بإجراءها بمعرفة الكاف لصالح مصر بعدما تأهل الأهلي والزمالك أيضا المغرب عندما استضافت نهائي البطولتين الأخيرتين لدوري الأبطال لم يتقدم أي نادي منها بطلب لاستضافة البطولة بل الاتحاد المغربي هو الذي يتقدم للكاف كان فاصلا في هذا الأمر نص الخطاب تضمن الآتي استمرار لدول مصر الرائد على المستوى الإفريقي والدولي فإن التحاد المصري كرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القرية وذكر في الخطاب أو ذكر في الخطاب كل البطولات التي جاءت في خطاب الكاف لاتحاد الكرة ولم يذكر الاتحاد في خطابه للوزارة طلب استضافة نهائي دوري الأبطال وهذا يؤكد على أن التحاد الكرة هو الذي يطلب التنظيم وليس النادي ثامنا إعلان الاتحاد عن طلب أحد الأندية المصرية المشاركة في الكنفدرالية تنظيم المباراة النهائية يجعلنا نسأل الاتحاد الكرة من الذي أبلغه أن هناك تقديم طلبات لاستضافة المباراة النهائية للمسابقات الإفريقية وفي هذا التوقيت بالذات هل تمت مخاطبة النادي أو تحدث معه مسؤولي اتحاد هاتفيا وإذا كان هذا قد حدث لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الأهل أي نادي عندما يحتاج إلى طلب من وزارة الرياضة هل هو في حاجة لمخاطبة اتحاد الكرة أولا هذا ليس صحيح على الإطلاق كل الأندية من حقها أن تخاطب وزارة الرياضة مباشرة تاسعا كل المسؤولين في الوسط الرياضي يعلمون أنه وفقا لللوائح عندما يرغب الاتحاد الأفريقي عندما يرغب الاتحاد الأفريقي في مخاطبة الأندية تتم المخاطبة عن طريق اتحاد الكرة واتحاد الكرة عندما تلقى خطاب التنظيم من الكاف في تاريخ 19-1-20-22 لم يتم اختار النادي الأهل لا كتابيا ولا هاتفيا إذن لماذا يدفع الأهل ثمن حجب المعلومات التي لا يعلم عنها شيئا عشرا الخطاب الذي تلقى اتحاد الكرة من الكاف يوم أو بتاريخ 19 يناير 20-22 والذي تضمن تنظيم كل البطولات عند مقارنته بالخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة لوزارة الرياضة والموقع من رئيس الاتحاد موقع من رئيس الاتحاد ويطلو فيه تنظيم العديد من البطولات الكل يلاحظ أن اتحاد الكرة طلب في خطابه تنظيم خمس بطولات خمس بطولات وقام بحسف البند الأول الخاص بنهاء دوري الأبطال الموجود في خطاب الكاف هل رأى الاتحاد المصري لكرة القدم أن النهاء دوري الأبطال غير مهم مع العلم عن الاتحاد الأفريقي وضع نهاء دوري الأبطال في البند الأول لأنها تعتبر أكبر وأهم بطولة أفريقية للأندية وهناك سؤال آخر لماذا لم يرفق اتحاد الكرة صورة من الخطاب الذي تلقى من الكاف الاتحاد الأفريقي مع الخطاب الذي أرسله إلى وزير الرياضة على الأقل لإبلاغ وإطلاع الدكتور أشرف صبحي بكل مضمون الخطاب الذي وصل من الاتحاد الأفريقي وأن هناك فرصة لتقديم طلب لتنظيم نهاء دوري الأبطال في مصر النادي الأهل نحن على يقين بأن وزارة الرياضة لو كانت قد اطلعت على خطاب الكاف لو وافقت على استضافة المباراة النهائية في بيان كمان الحقيقة سمحتول يمكن أصداره المهندس هانيا بوريدا محتاجة أقف معاه لأنه نقطة نظام الرجل صاحب باع طويل جدا وكان لي دور كبير جدا في الكرة المصرية ومسؤول بالفعل في مجلس إدارة اتحاد الفيفا يعني اتحاد الدولي الكرة القدم وعنده خبرة الحقيقة كبيرة جدا مع الكرة الأفريقية ورأيه في هذا الملف في منتهى الأهمية تسمحوا لي ويسمح لي كابتن علاء أنا بعتذر جدا منك لكن لأهمية الحقيقة البيان محتاجة أن أنا كمان أطلع حضراتكم عليه بس هتسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل استعرض البيان واسمع تعليق ورأيي كابتن علاء إبراهيم ضيفي النهاردة في السادسة أهلا بحضراتكم مرة تانية وبرحب ضيفي طبعا النجم الكبير كابتن علاء إبراهيم نور الدنيا كابتن علاء بسخن أنا كمان عشان أخش معاك عندي موضوعات وملفات كتيرة قوي هتسمح لي ورغم أنه يمكن وجهة نظر النادي الأهلي لترحت النهاردة في المؤتمر واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى أي تأويل أو تفسير من أي نوع بس ما يمنعش برضو أن احنا نسمع رأي واحد من الناس التقيلة في رياضة كرة القدم والسبي بتاعه والمواقع المسؤولية اللي هو توليها تتيح لي للناس على أقل تأدير أنا متأكد تماما تماما بنسبة مليون في المية لأنه كل من هو في موقع مسؤولية مدرك تماما لحقية الحقية النادي الأهلي في كل ما طرحه النهاردة من سواء رؤية تتعلق أو حقوق مطالب بها لكن خلينا نشوف المهندس هانيا بوريدا يمكن كابتن علاء أصدر بيان وطبعا المهندس هانيا بوريدا عضو مجلس دولة التحدي الدولي الكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي التحدي الأفريقي الكرة القدم هو الحقيقة أصدر بيان حسن فيه الجدل حوالين أزمة الجدل المرتبط بأزمة نادي الأهلي مع التحدي الكرة المصري في موضوع ملعب مباراة نهاية دولة الأبطال أصدر المهندس هانيا بوريدا بيان أكد خلاله أن التقدم لتنظيم أي حدث رياضي على أعلى مستوى داخل مصر هو مسؤولية الاتحاد المصري لكرة القدم وليس مسؤولية أي شخص آخر وأضاف أنه على مدار 18 عاما تشرف فيها بدوره في تنظيم مصر بكفاءة عالية للعديد من الأحداث الأفريقية والعالمية أهمها كأس الأمم الأفريقية عام 2006 وكأس الأمم الأفريقية عام 2009 وكأس الأمم الأفريقية 2019 وكأس الأفريقية تحت 23 سنة 2019 وأكد بوريدا أنه لم يتعقر يوما عن دعم أي فريق مصري إلى آخره لكن أنا همني بس مع الجزئية دي عايزة أكررها مرة تانية أكد المهندس هانيا بوريدا أن التقدم لتنظيم أي حدث رياضي على أي مستوى داخل مصر هو مسئولية الاتحاد المصري لكرة القدم وليست مسئولية أي شخص أخر يعني دي كانت شهادة مهندس هانيا بوريدا أو يعني زي ما جيه بيان مهندس هانيا بوريدا فيما يتعلق من وقح خبرته طبعا ومشواره الطويل مع الكرة على مستوى المحلي والقاري والدولي فيما يتعلق باستضافة حدث بحجم ورات نهائي دوري الأبطال هتحب أبتدي معك منين يعني من الأخر يعني يمكن أنا في أثناء الفصل كنت بدأتش مع كابتن علاء الحقيقة على المشهد ككل ويبدو أنه يعني هو لخصه في أنه في مشاكل حقيقة في المسئولين أو في اسلوب ومنهج عمل المسئولين والقائمين على إدارة الكرة المصرية وطلي عندنا مشاكل إدارية وفي طبعا مشاكل فنية دي هنتكلم فيها باستفادة بس شايف المشهد إزاي وشايف النهاردة كلام كابتن محمود الخطيب اللي مسل وجهة نظر نادي الأهلي في المؤتمر إزاي كابتن علاء شوف احنا تعرضنا لظلم كبير الحقيقة والخطأ خطأ إداري بحث هل مقصود هي وداء اللي احنا ندور عليه طيب الخطأ وقع خلاص وقع لكن محتاجين حلول يعني حتى الرد يقولك ده الأهلي ما طلبشهم حضرتك وقلت سنغال ملهاش فرقة أساسا في المجموعات وطلبت الاستضاءة هو المنط حتى البيانة اللي ما ظهره لكابتن هاني برضو بيقولك أن الاتحاد القائد مصري هو المنط بالكلام ده لكن احنا في مصر عندنا مشكلة إدارية ومشكلة فنية مشكلة إدارية بانت قوي في موضوع الخطاب ومين اللي يقول نظم ومين اللي يطلب الحاجات دي كنت أتمنى أن الناس تطلع بشجاعة وتقولوا أن هناك خطأ هو الخطأ في جميع الأحوال لا مش بس وارد هو الخطأ وقع بالفعل هو الفكرة أن الخطأ ده مقصود أو غير مقصود هو ده الكلام تأثير أو تربص تفرق كتير جدا جدا في النهاية الخطأ في جميع الأحوال يتحملوا المسؤولين عن الاتحاد القرر أنا ما أعتقدش موضوع التربص لأننا شايف مجلس دارة الاتحاد الجديد كلهم لا يعني أنا معرفهم ما عرف شخصية يعني براكوات حازم هاب الكومي لا كلهم ما فيش حاجة ممكن أصل الاتحاد مش أعضاء مجلس دارة بس يا كابتن علي دي منظومة كاملة متكاملة ما هو إدارين بقى ما هم ده إحنا بنتكلم دلوقتي على الهد الرؤس بتاعتهم اللي أعضاء مجلس دارة والرئيس الاتحاد لا ندور بقى ننظف لازم يبقى فيه هيكلة كبيرة جدا في مصر الحقيقة هيكلة إدارية وهيكلة فنية الهيكلة الفنية إحنا عندنا مشكلة فنية كمان مشكلة فنية كبيرة جدا هتاخدنا للكلام في الكرة بقى طبعا إحنا عندنا مشاكل بقى لنا سنين يا كابتن علي والحقيقة يعني أنا كنت بقول في بداية الحلقة الجمهور صبر بما فيه كفاية وجربنا كل الحلول الأسف الشديد أنا ما كنت شايفها في توقيتها حلول كانت ما هي أكتر من مجرد مسكنات زي بالضبط نفس الطريقة اللي بنحاول نعالج بيها المشكلة الوقتي سكن المشكلة في الجهاز الفني ماشي الجهاز الفني مشكلة في اتحاد الكرة ماشي اتحاد الكرة لكن في النهاية في حاجة بتتغير على الأرض الواقع بقى لنا 12 سنة الكرة المصرية بدون إنجاز حقيقي على الأرض وما زلنا نبحث عن الحل شوف المشكلة الإدارية كبيرة جدا محتاجة حل وحل سريع جدا المشكلة الفنية اللي أنا ممكن يبقى ليه وجهة نظر فيها كراجل اللعيب كرة وكراجل فني شوية أنا شايف إحنا محتاجين هيكلة للكرة المصرية المشكلة مش في مدير فني المشكلة مش في كيروش ولا هاب جلال يمشي ولا يوعد المشكلة عندنا إحنا عايزين نحط أساسيات للكرة المصرية أنا كنت أتمنى لما قريت في بعض المواقع وفي بعض الصحف وفي بعض البرامج إن كيروش كاتب تغفيد الأندية وحاجات إحنا محتاجين كده إحنا مش محتاجين مدير فني منتخب. إحنا مش محتاجين نتائج. يا جمهوريا مصري. إحنا مش محتاجين ناخد بطولة أفريقيا. لا مش محتاجين. أمش عايزين. إحنا عايزين منظومة تزبط. إحنا. إحنا محتاجين نطلع. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. إحنا مدراش مواهب كرد قدر. حد شو أخد باله. هو ليه السنة دي لا يكون فدرالية ولا 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 بطال دوري. إحنا متواجدين. ولا بطولة أفريقيا متواجدين. ولا كاس علم متواجدين. إحنا عندنا مشكلة. طلع لدلوقتي في مصر. خمس ست العيبة كويسين. هتفكر. بس تسمح لي أقولك على مستوى النتائج. ما كانتش هي القصة بس. يعني يعني. الأهلي مثلا. وصل في ثلاث نسخ متتالية لثلاثة نهائي. محقق اتنين منهم. الأهلي بالمناسبة. وصل كاس علم قندية. وده واحدة من الحاجات الإخفاقات. يعني. وعشان أقولك برضو. إنه واحدة من أهم المشكلات في مصر هنا. إنه. في قادة تقولك. من أمن العقاب. أسال الأدب. وإحنا هنا محدش بيحسب حد. ومحدش بيعقب حد. ومناسبة كاس العالم اللي إحنا روحنا. وكونا منتظرين برضو. في دور أكبر. وفعل. سيد حمال الجاهد لما قالها نلعب. مثلا. مثلا. أولا. كان فكر. نحن حدوش معلومة. بصرف النظر. أنا أنا بحسبك. مش كشخص. أنا بحسبك من وقع المسؤولية اللي أنت بتتحملها. أنت أكبر يعني مقعد أو أكبر مكانة أو أكبر اسم. مسؤول عن إدارة الكرة المصرية. مسابقتها. أنديتها. منتخباتها. لما يطلع منك تصريح. لابد أن يكون مدروس. متفكر فيه. عارف عواقب التصريح ده إيه. ومسؤول وملتزم أمام الجميع بتنفيذه. متقولي. الأهلي هيلعد بطولة كاس العالم. بكامل نجومه. أنت كمسؤول عن إدارة الاتحاد الكرة في مصر. لابد أنك تكون ملتزم بداخل. متأكد. ومتأكد من كل كلمة بتقولها. طبع. 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 حد حاسب. لا طبع. لما طلعت تشريبات انحيازات لناس موقع مسؤولية لأنديه بعينها. وإخفاء جوابات. ومش عارف. وتأجيل مش عارف إيه. وإستثناءات في إيه. حد حاسب. لا طبع. لحد دلوقتي مش ناس جريت على تلعب كاس عالم أندية. ومحدش حاسب حد. ومع ذلك الظروف دي إلا أنه الأهلي نجح في أنه يحقق إنجاز في كاس عالم أندية. ويحقق إنجاز في وصوله النهائي لأنه تعرف أنه حتى إن لم يتم التتويج أو الفوز. بالنسبة لنا كجمهور محبت. لكن على مستوى الانجاز. تفاريق نجح أنه يوصل لثلاث نسخ متتالية مباراة نهائية. وده نجاح يحصل قبل النادي. فهي قصة مش قصة نتاج بس. ومش قصة أندية بقدم هي الكلام على المنظومة كلها. لأنه الأهلي كمان بيعاني. يعني الأهلي بيحقق البطولات دي كلها وهو يعاني. الأهلي بيعاني من تلاحم مواصم. أنت السنة دي بتلعب بطولة أفريقيا بتوصل لآخر مرحلة فيها. بتلعب بطولة كاس عالم بتحقق فيها برونزية. بتلعب دوري. بتلعب كاس جديد. بتلعب كاس قديم. ولعبتك هي القوامل الأساسي. انت عندك 12 لعيب دولي يا كابتن علي. سبعة تمانية وساعات بيوصلوا عشرة في منتخب مصر ومعاهم برسيتاو ومعاهم علي معلول ومعاهم أليو تزينج. مين بيدفع فطولة ده؟ مين يستحمل ده؟ فين ده بيحصل. عايز نموذج واحد زي النادي الأهلي كده على مستوى العالم. في ثلاث مواسم لعيبة ما خدتش فيها راحة سلبية. في ثلاث مواسم الأهلي ما عداش فيهم بمرحلة إعداد. احنا كمان عندنا يعني فيه قارات كمان بتطلع غريبة جدا. يعني أنا أول مرة ممكن تحصرش قبل كده. إن كاس مصر بتاع السنة اللي فاتت تلعب. بتلعب مع الجديد. لا يعني حاجة غريبة جدا الحقيقة. أنا معرف السبب إيه؟ طب هي فلوس؟ يعني هي عشان رعاها يعني؟ ولا إيه؟ ما عايز نفهم. أنا كواحد من الشعب المصر أنا عايزها فبليل مثلا كاس مصر بتاع السنة اللي فاتت. اللي قال وتلغى ييجي. هو ليه طيب؟ إحنا ليه ما بنيمشيش على خط اللي قابلينا؟ ليه ما يبقاش فيه اتحاد اللي فات؟ هو ده اللي يمشي. يبقى فيه قارات مشية. ليه دايما اللي بييجي يلغي اللي فات؟ هو ده هي دي المشكلة بتاعت مصر في التخطيط. لما حد يبقى مخطط يجي غير ويمسح. سؤال يعني هامشي زي ما بيقولوا كده مع الموجة اللي ماشي اليمين دول. الناس كلها بتقول لك الحل في إنه إقالة أو استقالة. إقالة صعبة طبعا. استقالة اتحاد الكرة المصري وإقالة جهاز الفني. هل انتوا شايف ده يعدي من يعني يعدي المنتخب بالمصري أو يعدي الكرة المصريية من أزمة أو المحنة اللي هي عشوية بقى لها سنين طويلة. ولا الحلول تستدى حاجات رؤية أعمق. إحنا في عشوائية. إحنا في عشوائية. إحنا بنطالب كده. قالت الرجل لسه مكملش أسبوع. نطالب إنه نقال في مشكلة في مشكلة في النية. بس هل يتحملها الجهاز الفني؟ إحب جلال؟ لا. لا حراب ظل. في مشكلة إدارية. هل يتحملها الاتحاد المصري الحالي؟ طبعا لا. ما احترام للجميع. وإن كان ما نقدرش برضو نافيم من المسؤولية بشكل. طبعا في خطأ. لكن مش هما اللي تحاسبوا الفطور. لا طبعا مش هما. دي فطورة سنين طويلة. عايز أقول لك الحاجة. أنا في وجهة نظري. أفضل ناس. أفضل ناس. ممكن تعمل حلول الناس دي. بتراهن. تتكلم على الجهاز الفني. واتحاد كورة. اه. اتحاد كورة. أنا شايف الناس دي اللي موجودة. أفضل ناس. أفضل ناس تاخد قرارات قوية دلوقتي. طب إيه قرارات اللي انت مستنيها هيكون سؤالي لك. رتبهم براحتك. بس أطمن الناس. اشان الناس دايما بتستنى السادسة تبص وتتبع تمرينة النادي الاهلي. والتمرينة بقالها كتير. ما ظهرتش على شاشة الاهلي. طبعا الظروف كتير جدا. بس اللي عايز أقول لكم. إن كان فيه فترة مراجعة حسابات. وحاولة عادة التركيز. وحاسمع طبعا رأيي كابتن علاء. مرحلة اللي جاية. بكل تفاصيلها صعبة. خلينا نروح لإزمانة محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيرة. ونعرف منه أخبار التمرينة النهاردة. اليوم اللي مفترض إنه بيعود فيه مستر موسيماني. لمتابعة اللمسات الأخيرة قبل مواجهة المصري بالسلوم بكرة إن شاء الله في الكاس الجديد. المصري في الكاس الجديد. بيرامد في آخر الشهر في الكاس الأديم. سهلا خيري الزميلة عزيزة أحمد سمير. تحياتي ليك والضفك الكريم. واحد من وجهة نظر من أعظم المهاجمين في تاريخ القرى المصرية. كابتن علاء إبراهيم طبعا بداية من المينيا وظهوره. انتقالا للنادي الأهلي. وإيه أداء أكثر من رائع. ثم أنه ينتقل لبترجيت ويأخذ هدفة دور المصري. هدفة دور المصري فهتجد دحاجة كبيرة جدا. نلاعب يكون خارج الأهلي وإزاي مالك وفوز بلقبها ده في الدوري. فتحياتي ليه طبعا منور بيت وقناة النادي الأهلي. وتحياتي لكل جمالي النادي الأهلي في كل مكان. أنا يوم من من الأيام اللي ما بنسهوش. يوم كنت مستنيه يحصل على فكرة. دايما بحب أتفرج على فيه لعبة بتعجبني في فرقة تانية في الدوري. فبحب أشوف كده مين اللي منور. وأتمنى في يوم من الأيام أنه يلبس تيشرت النادي الأهلي. وقد كان علاء في المينيا. كنت محب أتفرج على فرقة المينيا عشان أشوفه. ولما عرفت أنه علاء أوقع على النادي الأهلي وهيلبس التيشرت الحمرة 17 الأول. كنت في منتهى السعادة الحقيقة محمد. تطمننا أكتر بقى على فرقتنا النهاردة. وتطمنني هل مستر موسيماني كان موجود؟ أنا عارف أنه راجع النهاردة. بس هل شارك في جزء من التمرينة أو حضر جزء من التمرينة؟ واسمعت كمان من زمائي اللي بلغوني أنه كهرباء كان موجود وتمرى مع الفرقة النهاردة. بالفعل زميلة أحمد يمكن فريق النادي الأهلي النهاردة بيختتم استعداداته لمباراة المصري بيس سلوم غدا. فيه زي ما قلت وطبعا وذكرته وكابتن علاء ذكر فيه الكاس الجديد في دور الـ 32. يمكن اللقاءة تدريب الفريق اليوم هو كابتن سامو أمصان المدرب العام للفريق. يمكن كان فيه محاضرة فيديو في تمام السلسة مساء. طبعا كابتن سامو يمكن عرض على اللاعبين أهم لقطات لفريق المصري بيس سلوم هو أحد فرق الممتاز به. يمكن كان قد أداء أكثر من رأة وعملوا مفاجآت كتيرة جدا خلال الموسم فيه سبقات القسم الثاني. وبعد كده كان فيه تمام السادسة والنصف يمكن الفريق نزل لأرض الملعب. طبعا قبل التمرين ما يبدأ كان فيه محاضرة من كابتن سامو حفيز في أرض الملعب اللاعبين. بيحفزهم فيها وبيشد من أزرهم قبل مباراة مهمة خاصة أن احنا عارفين مفاجآت الكاس. ولكن طبعا ما فيش رفاهية الوقت ما فيش رفاهية لإخسارة أي بطولة قادمة. لعاب النادي الأهلي وزي ما قال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلسة وزارة النادي الأهلي النهاردة في المؤتمر الصحفي. إحنا ما بنتكلمش إحنا بنشتغله بس في النادي الأهلي. هنقفل على نفسنا ومركزين علشان عايزين نشتغله بس عشان نسعد كل جمهوري النادي الأهلي. ده كان باين جدا في الميران النهاردة اللي كان ميران أكثر من قوي. إن شاء الله يعني بعد انتهاء الميران هيتم إعلان قائمة من 22 لعب للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة بأحد فنادق القاهرة. استعداد إن شاء الله لانطلاق المباراة غدا في التسعة مساء. زي ما قلت يمكن ظهر محمود كهرباء في ميران اليوم. يمكن جامعاته وده طبعا باين في القطات اللي بعتنا يالك جامعاته جلسة بكابتن سلب حفيز مدير القرى. كانوا بتكلموا في بعض التفاصيل شارك في جزء من ميران. عايز كمان أطمينك على أكرم توفيق اللي بواصل بشكل أكثر من رائع برنامج التأهيلة. حمدي فاتحي اللي عاد من منتخب مصر. كانت مع دكتور رحمد أبو عبلا. قال لحمدي بيعاني من شد في الخلفية. وفضلنا أن نحن نديره يومين راحة سلبية. وبعد كده بعد مباراة المصر بيئة السلوم هيبقى فيه كلام. وهنشوف حالته عامل إيه. محمد عبد المنان برضو العائد من المنتخب. لسه بيواصل برنامجه التأهيلة وإن شاء الله يكون موجود قريب. عايز أطمينك بقى أن بدري بنون هو جاهز من الناحية الطبية. وتحت أمر الجهاز الفني إذا أراد الاستعانة به لبعض الوقت فقط في مباراة المصر بيئة السلوم غدا. طبعا بيغيب عن تدريب اليوم. علي لطفي حارس مرمى الفريق لإصابته فيه اليد. يمكن النهاردة موجود مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف حارس فني النادي الأهلي موليد 2003. السلطة أقصى من رئاعة اللعبة مركزة جدا أقصى من أونفر النهاردة. محمد اسمح لي بمناسبة كلامك على الإصابات واللعيبة اللي رجعت من إصابة. أو يمكن احتمالية مشاركتها في المطشين اللي جايين. خلينا أسألك كمان على علي لطفي لأننا عرفت أنه علي تصاب وعرف أنه كمان وليد أعتقد كان خد كدمة كده في رجبته في مطش الدفاع الجوي الودي. فالاتنين ما أعتقدش أنهم هم هيكون لهم فرصة مشاركة أو هيغيبوا عن المشاركة في مباراة بك. بالفعل زميل العزيز أحمد سمير يعني علي لطفي النهاردة غير موجود فيه التمرين الرئيسي للفريق. زي ما قلت لحضرتك موجود سلاس حراس مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف حارس فريق النادي الأهلي زي ما قلت لك 2003. كمان وليد سينمان بيغيب عن المراني ممكن أده تدريبات بس تأهلية في الجم الخاص بالنادي الأهلي هنا. ولكن بقيت الفريق إن شاء الله في حال أكثر من رئع عدد كبير جدا من اللاعبين. إيه إصابة علي لطفي؟ إن شاء الله بنعاول عليهم بكرة. في اليد يعني إصابة علي لطفي في كف اليد فطبعا منعه من المشاركة في التمرينات والجهاز الفني فضل إراحته. وفي الغالب هيبقى بكرة الاعتماد على مصطفى شبير حارس النادي الأهلي. يمكن مصطفى كان لي مشاركة في أكثر من مرة خاصة في مباراة الكأس زميل عزيزي أحمد. يمكن قبل كده مشاركة برضو في دور الـ 32 أمام الترسانة وأده بشكل أكثر من رؤعا. فأعتقد بكرة هيبقى الاعتماد بشكل أساسي هيبقى على مصطفى شبير في مباراة الغد. طبعا عندنا عدد كبير جدا من لعبين الدوليين سواء مع منتخب مصر الأول. اللي في هذه الساعات بيطيره إلى كوريا اللي لعب مباراة والدية إن شاء الله 14 يونو الجاير الجاري أمام كوريا. وكمان عندنا طبعا المحترفين علي معلول مع تونس وقاليو ديانجا مع مالي وبرستاو مع منتخب جنوب أفريقيا. وطبعا الإصابة الطويلة لميكسوني يعني نتمنى له السلامة إن شاء الله. وعودة جميع العاب النادي الأهلي معافين بإذن الله. ممكن الفريق بالقوام الموجود حاليا أحمد هيلعب مباراة المصر بالسلوم غدا إن شاء الله في دول الـ 32. وكمان مباراة الأربع القادم أمام إسترن كامبري. إنه ممارس بتوجود كابتن علاء إبراهيم. ممكن هو كان ليه الفضل الكبير جدا. هو كابتن أحمد فوزي مدرب الحراس في صعودهم. ولكن في آخر مباراة تقريبا تم وقراتهم من تدريب الفريق. فطبعا يعني أعتقد وجود الفريق في الدور كان ليه دور كبير جدا. كابتن علاء إبراهيم ممكن مجنى السمار دوت. ولكن إن شاء الله يعني النادي الأهلي وفق فيها. يعني هتين مبارتين سواء بكرة أمام المصر بالسلوم أو في إسترن كامبري. ومن بعدها إن شاء الله عودت كل الدوليين واللعبين اللي في المنتخبات. وإن شاء الله يبقى الاستعداد لمبارات الزمالك. إن شاء الله المقرر ليها 19 من يونيو الجيل. إن شاء الله هو في جميل أحوال شهر صعب. صعب من ناحية التوقيت وصعب من ناحية ترتيب المواجهات. وصعب من ناحية خود الأهلي لمطشين بدون اللاعبين الدوليين. بس بمناسبة الدوليين أقول لكم إنه ديانج وفرسي تاوي هيرجعوا إن شاء الله بإذن الله النهاردة. وطبعا برى الحسابات بتاعت مطش بكرة. لكن ممكن جدا يعني يدخلوا في المطشات اللي جاية. بشكر الزميل عزيز محمد توفيق. كورة مصر عشان عندنا مطش مهمة كمان يعني ربنا يسر مطش كوريا ده الواحد شايل شايله على قلبه بعد مطش أثيوبيا ده يعني يعني نقلة كبيرة جدا لكن إن شاء الله بإذن الله دايما الرجالة بتظهر معدنها في المواقع الصعبة ولا إيه يعني ولا إحنا رايحين نعمل إيه هناك ولا هنشوف رأيي كابتن عليها. بس الأول يمكن قبل ما روح للتمرينة كنت بسألك إيه طبيعة القرارات اللي أنت منتظرها تشوف فيها يعني محاولات لإصلاح المصار على الأقل على المدى القريب. مش عايزة روح معك لكاس العالم 26 على الأقل عشان صح مصار في الفترة اللي جاية دي يا كابتن عليك. أول حاجة الهيكلة الإدارية لازم يبقى فيه هيكلة إدارية في الاتحاد الكوري. هذا رقم واحد رقم اتنين لازم يعني لا مفر منه رئيس لجنة حكام أجنبي لازم يعني خلينا نشتغل بشكل محترفي رئيس لجنة مسابقات أجنبي مدير فني الاتحاد أجنبي مدير فني المدير المنتخب أجنبي إلتحاد مفوش فلوس بيقولك ده إحنا عندنا تركة مثقالة بالديون. مش عشان يجيب فلوس منه. مين الليل؟ ده تصريحات مسؤولين في إتحاد يا كابتن عليك. قال لك إحنا إلتحاد مفوش فلوس. ده جزء من الأسباب اللي تم علانها أن إحنا روحنا المدير الفني المصري عشان نوفر نفقات الإرشين اللي كنا ندفعهم الأجنبي ما نقدرش ندفع بالدولار. إزاي بس معلش ده تشيرت المنتخب يعني مش شايف حاجة عليها مش علاش علان يعني معلش ده أي قناة تتمنى يعني بتاخد تاخد حصري بس وتدفع ملايين. لا فيه حاجة لازم معلش ده كل حاجة في الاتحاد بتتدخل عليها فلوس سواء أندية سواء لعبين. لا فيه أكيد. ترم الفرق إزاي بسرعة وانت رايحة على مباراة إيلة مع كوريا في سول كوريا الجنوبية منتخب يعني طبع محترم. بص لعيبة رحلتها المعنوية غياب تسع لعيبة أساسية. مطب ما كنتش هتمنى أنه إهاب جلال خصوصا بعد مطب إثيوبيا يتحط فيه هسمع رأيك بس أوعيدك أوعيدك يكون آخر فاصل. ونرجع نكامل مع نجمال نهارده الكابتن علاء إبراهيم. مهمة تقيلة قوي في وقت ضيق جدا. الكلام عن ما بعد مرحلة إثيوبيا والمواجهة اللي راح لها بالمناسبة للفرق النهارده سفرت على طيارة خاصة لكوريا الجنوبية عشان مواجهة سول مواجهة المنتخب الكوري يوم التلاتة اللي جاي. هيعمل إيه؟ الراجل الحقيقة يمكن تعرض لانتقادات وهجوم وهو الحقيقة ملحقش. أي مدير فني ما تدهش تحزمه بعد تسعة يام يا كابتن علاء. أنا لا معه ولا ضد. أنا شايف أنه مشكلة أكبر بكتير جدا من إحنا اختزالها بس في قصة جهاز فني. لكن هتعمل إيه قبل ما تروح لمطش كوريا؟ هي المشكلة الكبيرة اللي أنا شايفها مش مشكلة أن إحنا اقتصراره من أسيوبيا. ومن المشكلة برضو مش أنه أنه عندك سوق أداء. السوق أداء موجود في المنتخب يديله فترة كبيرة جدا. يعني خلينا نتكلم بشكل واقعي. لكن المشكلة الكبيرة التصريحات اللي بتطلع والأخبار اللي بتطلع. إن كابتن ده آخر مباراة لكابتن هاب كلال. طب اللاعب هيقدم له وين. هي دي المشكلة. إن اللاعب ينزل وعرف إن المدير الفني اللي وقف على الخطر. دي مشكلة ما تشكوريه. لكن السوق هزيمة وارد. سوق أداء إحنا متعودين من منتخب سوق أداء عشان مثل أمورته بواضحة. لكن إن أنت تروح مباراة وعرف إن الراجل ده يمشي بقى وممشيش. الله أعلم يعني القرار عامل إزاي. لكن هي دي المشكلة. إن أنت رايح بلعيبة. إن لعيبة نرزع أو رايحة. مش عارف راجل ده مكمل ولا لأ. هي دي المشكلة. لكن مباراة سمعة مصر طبعا سمعة مصر مهمة جدا. لكن برضو خلينا نتكلم برضو في الإطار إنها في الإطار الودي. يعني برضو المنتخب لو ما كانش راح كان يبقى فيه الشهور الجزائية. وأنا شاف ليه. ما ندي فرصة. هعدي حتة كوريا الجنوبية. الناس النهاردة بتسأل. إحنا بقلنا 12 سنة لحقنا بطولة ولا رضينا على كرة بيقدمها المنتخب. نعمل إيه؟ يعني إحنا كجمهور عايزين نشوف منتخبنا. لا بقول تضمن لي أن أنا كل نسخة كاس عالم أوصل كاس عالم. ولا تضمن لي أن كل بطولة أفريقيا أخذ اللقب البطولة. لكن في النهاية أنا مش راضي على المنتخب أو على الأداة اللي بقى دي المنتخب. بقالي يمكن 10-12 سنة. إيه الحل؟ الحل؟ نستنى جيل جديد. في ناس يقول لك إيفل على نفسك زي مش عارف ما الكاميرون عملت. وزي ما ناجيري عملت. وزي ما الجزائر عملت. تقفل على نفسك 4-5 سنين. ابني منتخب جديد طلع منتخب عمله خريطة طريق إنجاز التعبير. وروح راهن عليه في كاس العالم 26. وراهن عليه في لقب أمم أفريقيا 25 أو 27. مع ده؟ ولا شايف حل تاني؟ وفيش الكلام أن أنا أقفل. أنا فيه ناس بتقول لك صرح. المنتخب صرح منتخب إيه؟ ونعمل أنت بتاعمل شنادي. المنتخب مش نادي. المنتخب بياخد أفضل العناصر اللي موجودة في الأندين. هتقفل عالمين. أنت تجيب لك. هل تجيب العيبة؟ هل تجيب في أنديها؟ المنتخب بياخد فترات معينة بس في السيزون. مش كل السيزون. هتقفل عليهم تعمل إيه؟ اللي حصل دلوقتي. يعني أنا أقول لك. سوء الأداة بتاعنا والتنظيم والكورة. حتى لو خدنا. إحنا وصلنا نهاية أفريقيا لانا الصحيق. وصلنا كاس عالم آخر مبرامع السنغال. لانا الصحيق لا هنا في القاهرة ولا هناك ككورة. أتكلم ككورة. نقرق ضربات جزاء هنا نقرق. ماشي حابحظوظين. عشان بس الرجل اللي كان شغال عارف يقفل إمتى. كيروش يعني. آه طبعا عارف إمتى يقفل إمتى. خلي بالك. إحنا مش نحقق نتائج مع أي مدرب مصري. مع احترام الشديد لكلهم. إحنا ممكن نعمل نتائج مع المدربين الأجانب زي كوبر كده. لما وصلنا كاس عالم بالدفاعية. كيروش وصلنا نهاية كاس أفريقيا. ومشت الجيل ده ما فيش إمكانيات محاكبة عندك. لا. إحنا المنظومة من تحت. أنا زي بقولك. قل لي المواهب. طب قل لي مثلا تلات أربع لعيب الأهل بيفوضهم هنا في القاهرة. في مصر. مين. مين. ده إحنا اللعيب اللي بنتكلم عليه دلوقت. يبنقول مش عارف إيه نقول لك مصطفى شلبي مثلا بتاع. أم بي. وده لسه جاي من بترول أسيوط درجة تانية. يعني محتاج برضو فترة كبيرة جدا. مين تاني مواهب بفيش إحنا عندنا مشكلة. عشان كده لازم يبقى فيه تخطيط 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 من اتحاد الكورة. أنت مش اشتغلت دوري درجة تانية يا كابتن علاء. طبعا. أنتول عملة دوري درجة تانية ده بيصدر للأنديال كبيرة مواهب على أعلى مستوى. بيصدر. إيه اللي حاصل. لكن اللي ليفن معين. يعني خلي بالك. يعني عشان كده ليس أقول لك على مصطف الشغل بي. لعيب كويس. كابتن علاء أنا أفكرك. أنا مش هقوله على أبراهيم عشان أنت قعد معي. أنت جاي منين؟ منين؟ أبو تريكا كان جاي منين؟ ترسال. وهي الجمعة كان جاي منين؟ محل. برضو. يعني أصدقل أهم وأبرز الأسماء اللي عملت وظهرت في أنديها كبيرة. وحققات الكورة المصرية والنفسها والأنديتها. إنجازات. كانت طالعة من أنديها صغير. كانت تقدم مواهب لكورة طول عمرها. أحمد حسن جاي. الفترة دي كان فيه مواهب. لن أقول لك عليها. الفترة دي كان فيه مواهب. إحنا عندنا مشكلة في المواهب. يبقى الحل بتاعها إيه؟ عشان كده أقول لك. الفترة الأسماء اللي أنت قلت عليها ديها طبعا مواهب كبيرة جدا. طب فين دلوقتي؟ مش موجود. الحل بتاعني ما فيش مواهب تعمل إيه؟ تصنع. تصنع. إحنا ما عندناش صناعيات لعيبة. ما عندناش. عشان كده المواهب بتاعتنا إيه؟ قلت. عشان كده الفترة اللي حضرتك بتتكلم فيها طبعا. كان عندنا مواهب كبيرة جدا. دعمات متعب وعمر زاكي وشاوئي وحسني. أسماء كبيرة جدا. مواهب فين من دلوقتي؟ طب. مكانهم. أقول لك. دي الجزء الخاص باللعيب. أنا بس كمان يهمني أسمع. عشان ما نظلمش على جهازة فنية. أنا فيش جهاز فني جيه. يعني كيروش اللي مشي دي باتي. هو هو اللي كان كيروش اللي كان بيتهجم وبيتقطع كل يوم. وكانت الناس مش راضي عن المنتخب معاه. وقبليه حسن البدري نفس الحكاية. قل لي أنت إمتى على مدر تلتة أجهزة فنية. شوف لعبه كم تصفيات أو كم بطولة. مين فيهم خد فرصة إنه يشتغل مع المدر؟ إمتى حصل تجمع أو معسكر طويل المدى؟ إمتى آخر مباراوة دي عملناها عشان نشتغل أو موديل فني مع كابتل حسام مع كارلوس كيروش؟ أو حتى مع أهاب جلالي لسه ما استلمش بقاله عشر تيام وقال لك عايزين ويام. طيب أنا أقول لك بس عشان الأمور تبقى واضحة عشان الناس برضو بتتكلم. في نقطة مهمة جدا. طب هو المنتخبات الأوروبية دي بتاخد فترات يعني تتجمع مفيش. بس إحنا مشكلتنا إن إحنا ممش جايبين الناس. تدريب المنتخب يختلف كماما عن تدريب الأندية. إحنا دي 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 القصة. بس أنا هختلف معاك في حتة دي ليه؟ لأن منتخبات أوروبا بصرف النظر على المستويات الاحترافية والتدريب في النادي والسخصة التكتيكية. أنا معاك. لكن كمان وقت تجمعهم وعدد البطولات اللي بيخضوها دوليا مع منتخباتهم كبيرة. يعني أنت منتخبات أوروبا بتلعب أغلبها المتخبات الكبيرة بتلعب كلها كاس عالم. بتلعب كلها دوري الأمم الأوروبية. لا دا لسه دور الأمم الموسم اللي فات بس. يعني وبيلعبوا والموسم ده وبيلعبوا بطولة أمم أوروبا. طبعا. فقاصد أقول إنه عدد التجمعات أو فترات التجمعات بينهم ومن بعد. مش كبيرة والله. يعني أحسن منين على ألف. الأجندة الدولية موجود. ماشي بقى. أتكلم بس إن الفرص. لا إحنا نجيب بس المدربين منتخبات تختلف. يعني ما نجيبش. يعني ما نجيبش مثلا إنه مدرب أول مرة يمسك منتخب. المضوع يا جماعة المضوع مختلف. أعتقد يعني. شايف النوق. آه طبعا. يعني كابتن حسن بدري خبرات كبيرة جدا جدا جدا. أنا شايف إن كابتن شاوي كان الأفضل. ليه؟ لأنه أشتغل مع كابتن حسن شحاتا. مع المنتخب فعاش الفترة الدولية وعاش وعاش وعاش. لكن كابتن حسن بدري كان لأهلي نجاحات رح مسك. مش عالف فلان امسك. طبق وبعدين. لأ أنا شبعت منك ولا الكلام معك خلص. ولا الملف يخلص في حلقة واحدة. بس أنت في النهاية يعني بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة. وأتمنى أتمنى يكون فيه فرصة قريبة. إن شاء الله نتقابل فيها مرة تانية في السادسة. أنا سعيد بيك جدا. الحياة من الناس اللي بتعرف تتكلم معها بشكل يعني منظم وشكل جميل جدا. الحمد لله لأنك انت بسطت معنا. طبعا سعيد جدا أن أنا أكون في مدية نادر أحلي طبعا. طبعا نادر أحلي يعني ليه فضل ربا عد ربا سبحانه وتعالى يعني كبير جدا علينا أن نحنا نبقى موجودين حتى أن نحنا نبقى موجودين هنا. كلنا طبعا منزعلانين ومتضايقين في البطولة الأفريقية دي والأخطاء. لكن لكن كابتل خطيب الناس مجلس إدارة فيه برضو أخطاء فنية ياريت نبص عليها. إن شاء الله بإذن الله لأهلي دايما عودنا يقوم من كل مطاب صعب ومن كل مشكلة أقوى من الأول. مش عايز الناس الحقيقة تراهن كتير على حاجات ممكن تبقى لو أنتم شايفينه دات في مصلحة فريق تبقى العكس تماما. في كل الأوقات زي ما قلت المجلس إدارة النادي لأهلي بياخد القرار المناسب. والأهم من القرار نفسه توقيت تنفيذه وإن شاء الله بإذن الله كله يبقى في مصلحة الأهلي واللي جاي دايما يبقى أفضل. نوارت الدنيا كابتن علاء بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكر حضراتكم بالتأكيد طبعا على متابعتنا وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهلي في السادسة. تحياتي لكم. تحياتي لكم.